مع الحالات التحكمية التي جرت خلال مباراة الدوري العام اليوم خبرنا التحكم الكبير كابتن مصطفى اسمعيل مساء الأنوار يا مكامات مساء الأنوار يا كابتن مات يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا كابتن فضل يا كابتن أشكرك كابتن بسم الله الرحمن الرحيم بداية طبعا أحب أوجه التحية والتهنئة لحضرتك بمناسبة عيد ميلادك اللي يعني وافق يوم 22 نوفمبر يا رب يخليك كابتن ويعني مع مزيد من التقلق ودايما المناور شاشتنا الجليلة شكرا كابتن كابتن وانطيب سبورتا كابتن شكرا كابتن مصطفى شكرا كابتن نبتدي حالاتنا التحكمية إن شاء الله عندنا أول مباراة اللي هي مباراة فيوتشا وأسوان قاد هذه المباراة تحكميا كابتن محمود ناجي مع محمود وافا عشور وأحمد الفار كمساعدين احنا عندنا حالة واحدة بس في هذه المباراة الحالة دي كانت في ديئة 92 هو هنا احتسب ركل الجزاء وطبعا لجأ برضو إلى الفار وراح شاف الفار ويمكن برضو رجع أكد قراره إنما أنا في قراري يعني المتواضع برضو إن الراجل ده دحك على الحاكم في اللعبة دي يعني اللعبة دي هو كده كده مش هيوصل له في وسط اتنين مدافعين فهو زنق نفسه بين الاتنين مدافعين وحشن وكده كده غزبا عنده لازم هيوقع فطبعا يعني الحاكم كان يعني برضو كان لازم يكون كيس أكثر من كده دي في رابة يا كابتن لا يمكن تتحسن لا يمكن يا كابتن وأعتقد اللعبة دي لو برة منطقة الجزاء يا كابتن مش هتحسن كخطأ يعني فطبعا ده يعني برضو خطأ وطبعا خطأ كبير أحرزوا منه الهدف التاني في ووتشار وفازوا في هذه المباراة على أسوان المجتهد اتنين واحد كان يستحق على الأقل التعادل طبعا يا كابتن يعني فعلا أسوان قدوا مباراة جيدة جدا وبعدين أضعوا كثير جدا من الأهداف وبعدين اللقطة دي كانت في ديئة 92 يعني في ديئة تانية من الوقت المحتسب بدل الضوء حتى بصرف النظر كابتن هي هي مجهود فرقة طبعا كابتن بالزبط دي اللقطة اللي كانت عندنا في مباراة فيوتشار وأسوان نعم عندنا بعد كده مباراة بيرامتز والبنك الأهلي ودي برضو فيها اللقطتين قدامنا طبعا طاقم الحكام قد هذه المباراة حكيمة كابتن إبراهيم نور الدين ومعاه أحمد طوفي طلب ووائل شعبان مساعدين ومحمود الدسوقي حاكم رابع هنشوف اللقطتين في ديئة 17 هلاقي فيه هدف ملغي لبيرامتز والهدف ده طبعا أعتقد يعني ما كانش محتاج فار لأن اللعيب اللي هو لعب الكرة بالعرض وطبعا فخر الدين بن يوسف حط اللاجون لحظة التزديد من مصطفى فتحي والراجل ده كان موقف السلل طالما في موقف السلل يفضل في موقف السلل ما يتصلحش موقفه حتى لو كرة ردت من حارس المربع زي ما شوفنا فطبعا دي ما كانتش محتاجة فار وأعتقد برضو يعني كان المساعد لو يعني نص خطوة يمين كان ممكن يزوط التسلل ده أكتر وما كانش يعني محتاجة اللجوء إلى الفار وده طبعا جون ملغي لبيرامتز اللعطة التانية في مباراة بيرامتز والبنك الأهلي اللعبة ديت الراجل هيوقفها على دراعه اليمين ويعني واضحة جدا فبرضو ما اعتسبتش لم تحتسب هذا الخطأ وطبعا خرج أحمد سامي إلى ركلة ركنية واحتسبت ركلة ركنية إنما لو شوفناها حتى في الإعادة واضح جدا هو يعني على إيده اليمين أو على دراعه اليمين إنما خطأ لم يحتسب دول اللعطتين اللي كانوا فيه مباراة بيرامتز والبنك الأهلي نيجي بعد كده لمباراة فاركو والإسماعيلي المباراة دي قاد هذه المباراة حكمية حكم حكام مكوّمين حمد القلاوي حكم ساها هنيعب فتاحه أسامة السايد مساعدين أحمد ناجي حكم رابع محمد علي هاشم وخلت حسين في غرفة الفار أول خطأ عندنا هنا أو أول حالة عندنا في دقيقة ستة هنلاقي فيه صفارة هي صفارة متأخرة من الحكم هو فيه هنا خطأ إنما الخطأ دوت هو الحكم لم يحتسب إلا لما اللعيب وقع فده برضو يعني الحس التحكيمي هنا أو توقع الخطأ لازم يكون مطلوب لأنه هو طبعا واضح إن فيه يعني استضام بين لعب الإسماعيلي ولعب فاركو وفيه يعني خطة كده في الرأس من الخلف فطبعا برضو كان لازم تحتسب إنما هو لم يحتسبه واستمر للعب شوية كده وبعدين لما لقى اللعيب وقع فطبعا يصفر واحتسب الخطأ إنما دي صفارة متأخرة دي برضو يعني بحتاجة توقع الخطأ بعد كده نلاقي الحالة دي في ديئة عشرين واحد وعشرين بالضبط نلاقي الحكم برضو بيحذر تحذير شديد اللهجة لكله لعبي الفريقين زي محضراتكم شايفين كده لعدم ارتكاب أخطاء لأنه كان فيه ركلة سابتة الإسماعيلي فهتتلعب فطبعا هنلاقي فيه لعياء بتشد بتزق يعني بتحاول إنها تعطل الخصم إنه هو يوصل للكرة فطبعا ده كان تحذير شديد اللهجة قبل بداية اللعبة أو الركلة وده طبعا تصرف مطلوب من الحكمة لتجنب يعني فيه ظل التحكيم الوقائي وعدم وجود أخطاء بعد كده بعد كده في الديها 23 هنلاقي فيه اللعيب سوكاري لعب الفاركو رقم 28 اللعيبة يعني هتشوف حضراركو في الإعادة ما فيش خطأ أساساً اللعيب سقط لوحده ورغم ذلك الحكم احتسب له خطأ في حين إنه هو ما فيش أي خطأ يعني اللعيب هو محدش لمسه ويوقع لوحده يعني احتسب له الخطأ بناء عليه مش عارف يعني برضو دي حتة تغطير الأخطاء دي طب هو المساعد فين يا كابتن في الأخطاء هو كابتن المساعد هنا هو ما رفعش خالص المساعد يعني برضو هو لو فيه خطأ كابتن كان المساعد هو الأقرب إنه هو طبعا برضو كان ممكن إيه يرفع له رايع أو يشاول له إنما هو اتجاه الخطأ إنما طبعا ما رفعش المساعد إنما هو صفر واحتسب خطأ لصالح فرقه في حين ما فيش أي خطأ زي ما حضراتكم شايفين بعد كده في ديئة 24 هنلاقي فيه عطل في السماعات هو حطت إيده على وده حمد القلاوي وراح للراجل بتاع متخاص السماعات هو فيه سماعات تواصل بين طاقم الحكام يعني ممكن تكون السماعة اتهزت اتحركت من مكانها السلك بتاعها سقط فيعني برضو إيه يعني أعتقد دي السماعات دي ممكن موديلات قديمة ممكن برضو المفهود إنها تتحدث باستمرار لأن كل يوم فيه جديد في هذا المجال فطبعا الأعطال دي يعني برضو أعطال متقررة وشوفناها في أكتر من مرة في أكتر من ملعب إنما طبعا برضو لابد من تحديث الكلام دو أول بول بعد كده في الدقيقة 25 هنلاقي فيه لعبي فاركو بيطالبه باعتساب ركل الجزاء اللي صليحهم إنما هنشوف الكرة وفي الأعادة حضراتكو برضو هتشوفوها يعني ما جاتش فيه إيد أو في يد لعب الإسماعيل إنما هي جات في صدره أو في جنبه اللي هو حازم مرسي اللي هو قدام حضراتكو دوت ما جاتش فيه إيد هي جات في جنبه أو في صدره من الجنب ولم تدينه ظهره كمان آه فارتدت إنما طالب لعبي فاركو باعتساب ركل الجزاء طبعا ما فيش أي ركل الجزاء هنا وطبعا برضو لجأ إلى الفار والفار أكد عدم وجود خطأ هنلاقي فترة الراحة بين الشيطين في هذه المباراة امتدت حتى 16 دقيقة و 25 سنة بعد كده في دقيقة 50 أو 49 سنة هنلاقي الحكم واقف في طريق تمرير لعب الإسماعيلي لزميله يعني هو برضو ده يعني تمركز خاطئ من الحكم هو طب يضطر الحكم إن هو عدى الكورم بالرجلية أو طبعا كان موجد كرة تصطدم به وكان برضو يعني تمركز خاطئ من الحكم وسوق التمركز فكان لابد برضو إن إحنا إيه ناخد بالنا من الكلام دوت وقلنا قبل كده إن الحكم لازم يكون بعيد عن منطقة اللعب من 3 إلى 5 يمكن الكورة أعتقد الصدم برجله أو قدمه اليسرى إنما استمر سمح باستمرار اللعب وطبعا كان برضو سوق تمركز من الحكم إنما هو يعني تفادى هذا الموقف بعد كده في الديقة 51 هنلاقي فيه رمي التماس لصالح الإسماعيلي اللعب الإسماعيلي هو طبعا ده عصام صبحي يمكن اللعب يمكن هم بيشوروا لها خرجت من قبلها إنما هو برضو الحكم تغاضى ويمكن الملاحظة دية أو ملحوظة دية شفناها في كاس العالم وحكام كتير جدا أصروا إن اللعب يرجع يلعب رمي التماس من مكان خروج الكورة لأنه اللعب كده خد حاجة مش من حقه فطبعا برضو إيه كان لازم الحكم يأخد باله في حين إن برضو اللعيبة بتشاوله إنما برضو لم يستجيب لأي حاجة واستمر اللعب فكان لازم برضو يأخد باله عندنا في الديقة 55 الحالة بعد كده هنلاقي يعني موقف غريب ممكن ما بيقررش تطير إن اللعيب 24 ده نزل الملعب نزل الملعب في حين اللعيب كبديل في حين اللعيب المستدل ما طلعش هو المفروض اللعيب اللي هيطلع أعتقد حازم مرسي فاللعيب ما طلعش الراجل دوت نزل كده فيه 12 اللعيب في الملعب كده موقف مخالف هنا اللعيب بتاع فارقه بيوجه الحكم بيقوله ده نزل بدون إذن كان لازم ياخد إنذار دي طبعا غلطته وخطأ من الحكم الرابع تم إخراج اللعيب مرة تانية طبعا عندنا هنا إداري فارقه الكابتن عدي الفلكي وده حكم قديم برضو زميل قديم ويعارف برضو إن الخطأ دوت لابد إن هو اللعيب يحصل عليه على إنذار فطبعا يعني برضو صار وطبعا إداري الإسماعيل برضو بيوجهه ومدير الكورة في فارقه برضو يوقف بينه كده يفوك النزاع فطبعا برضو كان لابد إن اللعيب دوت كريم عرفاط رقم 24 اللي نزل بدون إذن إن هو يحصل على إنذار إنما الحكم سماح له هو يخرج وبعد كده نزله بعد ما خارج اللعيب المستدى بعد كده في الديه 72 هنلاقي فيه ركلة روكلي للإسماعيلي هو اللي حكم هنا يعني برضو تفادى أن يقف في طريق الكورة إنما لقى نفسه يقف في طريق التزديد أو التمرير فتحرك سريع فبرضو عشان يتفادى أي إصدام الكورة به بعد كده في الديه 89 هتلاقي اللعيب فرقه رغم إنه هو الكورة قدام الحكم مباشرة وما فيش ما تبعدش بينه وبينها ثلاثة يارات واللعيب احتسب عليه خطأ وانصفر الحكم واللعيب شتت الكورة طبعا بتعامد وتعامد إضاءة وقت ورغم ذلك لا فيه تحذير ولا فيه انذار من الحكم طبعا الحاجات دي بتصير اللعيبة تاني خصوصا ما يكون النتيجة قريبة أو النتيجة واحد سرف أو اثنين واحد والفريق المهزوم هو اللي ليه الخطأ إنما طبعا الحكم لم يواجه هذا تشتيت الكورة بأي نوع من التحذير أو الانذار اهنا عندنا طبعا احصائية لحكام الاسبوع الرابع إنما هنأجلها لإنه طبعا اتلعب من الاسبوع دو الاسبوع الرابع تلت مباريات النهاردة بالإضافة لمباريات امبي وزا مالك اتلعبت مع الجولة التالتة كده باقي خمس مباريات هنستنى ما تلعب بقية مباريات الجولة الرابع وبعدين هنقول احصائية ان شاء الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا غدا بمشيات الرحمن الخميس عندنا حلقة خاصة جدا عندنا الحصاد خاصة طبعا بكاسر عالم ربما نتناول مباريات الدوري اللي تلعبت النهاردة ونختتم كالعادة بمسابئتنا التقافية السياحية الفنية ان شاء الله اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته